بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهاردة في محاضرة اليوم نشوف تطبيقات على الكلام اللي قلناه. وهنحل بعض الامثلة عشان يتضح لنا ازاي بنقدر نعمل معادلة الاحتراق واقدر اطلع نسب نواتج الاحتراق من الامثلة الاتية. لما نقدر المثال بقولي بيوتان المركب الكبيرة بتاعه اول حاجة اول حاجات اللي احنا شفناها في مقررات قبل كده اللي يعني ايه اير فاول ريشيو? الار فاول ريشيو احنا اير فاول ريشيو. دي بتساوي الماث بتاعة الاير على الماث بتاعة الفاول. اوكي? يبقى ده الاير فاول ريشيو عندنا. طب هو مديني هنا الاير فاول ريشيو عشرين. هذه الاير فاول ريشيو الحقيقية. لكن احنا المعادلة الاولانية اللي بناكتبها للاحتراق بتكون المعادلة السيوريتيكل او بنسميها ستيكيوماتريك اكويشن. ودي المعادلة النظرية. احنا زي ما احنا قلنا وفقرك برضو ان انا عندي الاكسوجين والنيتروجين النسب بتاعتهم كماس موجودة بنسبة تلاتة وعشرين في المية تقريبا اكسوجين وسبعة وسبعين في المية نايتروجين. لو انت عملت هذه النسبة هتلاقي انها واحد الى تلاتة بوينت سبعة ستة. ولذلك جزء الهواء بيبقى مقوم من واحد اكسوجين تلاتة بوينت سبعة ستة نايتروجين. طيب يبقى انا عندي هنا الوقود زائد كمية الهواء اللي انا احرق بيها. انا ما اعرفش كمية الهواء فبحطها رمز ايه? عينتج لي اذا اذا كان الاحتراق كامل ودي اتش تو او واي دي كلها حاجات مجهولة انا هقدر اطلعها بطريقة الاتزان الكيميائي اللي احنا شرحناها في المحاضرة الماضية ان بقارن عناصر كل عدد زرات كل عنصر من العناصر الداخلة الاحتراق والناتج عنهم. فاول حاجة زي ما قلنا بنقارن زرات الكربون هلاقي داخل عندي اربع زرات كربون وناتج عندي اربع زرات كربون يبقى اول حاجة هنطلع البي بتساوي اربعة. هقارن الهايدروجين انا عندي داخل عدد معامل هيدروجين هلاقي واددي اقدر اطلعها اللي هي عشرة على اتنين بتساوي خمسة. لما اجي للعنصر التاني هلاقي انا عندي الاكسوجين هلاقي اتنين ايه خارج عندي اتنين بي وخارج عندي واحد فبقسم ازاك انا خدت كلمة اتنين ايه عشان اكسوجين في اتنين العنصر بتاعه ده. والعنصر بتاع المية خارج زر واحدة اللي هي الاو. واذا بتقوم عدد اتنين ايه زائد اتنين بي زائد دي. بعوض بيطلع لقيم ايه. دي خطوة اساسية لازم تعملها وانت بتحل اي مسألة احتراق. ان انا نكتب المعادلة الاساسية الاستوكيوماتريك ايكويشن او ايكويشن. يبقى انا بده اعود بالقيم دي. هتطلع عندي المعادلة اللي موجودة. سي اربعة اتش عشرة زائد اشيل الايه وحط قيمتها ستة ونص. وهشيل البي وحط قيمتها الياه اربعة. وشيل الدي وحط قيمتها الياه خمسة. وبعد كده وانا بقارن عناصر القربون بجيب الايه. هلا تطلع اربعة بوينت اربعة برضو. عناصر النيتروجين اللي داخله. اللي هي ستة ونص في تلاتة بوينت سبعة. يعني الرقم ده اللي هو ايه. هيساوي ستة بوينت فايف في تلاتة بوينت سبعة ستة. هيطلع للرقم ده اللي هو اتنين اربعة بوينت اربعة اربعة. ويبقى عندي كده. هذه المعادلة بتقول لي ايه. بتقول لي ان انا لو احرق واحد مول من هذا الوقود. بحتاج ستة ونص مول من الهواء. هيطلع لي اربعة مول ساني اكسيد. كاربون. هيطلع لي خمسة مول من المية. هيطلع لي اربعة وشرين بوينت اربعة مول من النيتروجين. طيب. طبعا احنا هنا ده نسب حجمية. ده نسب حجمية. هذه هي المعادلة المعادلة النظرية او المعادلة اللازمة للاحتراق التام او الكمبليت كومباشن. ده ما احنا قلنا. نجي نبص على المطاليب اللي موجود عندنا ده كاول مطلوب. يبقى احنا شوفنا ازاي استخدمنا اول مطلوب عندنا. وازاي استنتجنا اول مطلوب عندنا. يبقى بعد ما جبنا المعادلة بتاعتنا. نبتدي نشوف المطلوب الاولاني اللي هو الاير فاول ريشيو. الاير فاول ريشيو عبارة عن الماسف اير على الماسف فاول. يبقى عشان اجيب الماس انا عندي ستة ونص مول في احنا قلنا العدد بتاع الموز الداخل عندي واحد اكسوجين تلاتة بوين سبعة ستة نايتروجين يبقى مجموعهم اربعة بوين سبعة ستة. في الوزن الجزئي للهواتي. الوزن الجزئي للوقود اللي هو سي اربعة اتش عشرة. بجمع اربعة في اتناشر زائد عشرة يطلع لتمانية وخمسين. الاربعة في اتناشر بتمانية واربعين زائد عشرة دين تمانية وخمسين. هلاقي الاير فاول ريشيو خمستاشر بوينت اربعة سبع كيلو جرام اف اير على كيلو جرام اف فاول. ودي بسميها الاير فاول ريشيو ثيوريتيكال. اللي هي كمية الهواء النظرية. ها? ودي تمثل مية في المية من الثيوريتيكال اير عندنا. يبقى هذه النسبة بتقول ايه? بتقول انه انا عشان احرق كيلو جرام من هذا الوقود محتاج خمستاشر كيلو جرام بوينت اربعة سبعة من الحوض. طيب. لما بص انا للي كان معطى في المسألة كان مديني الاير فاول ريشيو عشريين. طيب الاير فاول ريشيو ده معنى ايه? معنى ان في زيادة من الهواء. يبقى معادلة احتراق الحقيقية هتختلف عن هذا الكلام. هطلع لنواتج بقى احنا كنا اخدنا في النواتج. اه سانيوكسيد كربون ومية والنيتروجين. النيتروجين ده ما بيتفاعلش. زي ما بيدخل زي ما بيطلع زي ما احنا عارفين. طيب اول حاجة المطلوب التالي بيحسيبلي الاجزيز اير. يبقى الاجزيز اير عبارة عن ايه? اللي هي نسبة الهواء الزيادة. عبارة عن الاير فاول ريشيو اكشوال مينوس الاير فاول ريشيو كلم. على الاير فاول ريشيو. الاكشوال مدهالي عشرين. السيوريتيك انا حسبتها. بعوض هيطلع لي ان انا عندي نسبة هوا تمثل تسعة وعشرين بوينت اتنين تمانية في المية. هزيه النسبة هتخلي ايه? هتخلي نواتج. هتخلي النواتج بتاعة الاحتراق يظهر فيها الاكسوجين. لانا عند اكسوجين زيادة. ولذلك بنقول الرياكشن الحقيقية بقى هتبقى عبارة عن مية تسعة وعشرين بوينت. احنا قلنا التانية مية في المية. يبقى انا هضرب المعادلة. اه ده واحد مول من الوقود. ستة ونص في النسبة الزيادة هتبقى كام واحد بوينت اتنين تسعة. كانت الاول مية في المية لما كانت هضربها في الرقم ده. وادة كمية اللي هو الموجودة عندي. طب انا هنا برضو هبتدي احسب القيم بتاعتي. زي ما عملنا المعادلة. دي الخطوات السليمة. انت نبص في اي مارجع بيديك الارقام على طول. لكن دي خطوات انت اتضربت عليها قبل كده. باعمل comparison ليزارات الكربون. هلاقل اي باربعة. هلاقل بي بخمسة. بعمل مقارن هنا. داخل هنا عشرة. خارج هنا اتنين. يبقى انا عندي. هعمل مقارنة للمعادلة بتاعتنا عشان اطلع قيمة دي. ده. ده زاد عندي الترم ده. ها. وده اثارلي على القيم بتاعة الاكسجين اللي خارجها. طبعا هيخرج عندي اكسجين زيادة. بعد ما حسبت هذه القيم بالconversion وحلية المعادلة بتاعتنا. اطلع الاي زي ما قلنا برضو المرة اللي فاتت. هتبقى الاي. عبارة عن ستة ونص. في واحد بوينت اتنين تسعة اتنين تمانية. لما اضرب هذه القيمة. في تلاتة بوينت سبعة ستة. بيطلع لي الناتج اللي هي واحد وتلاتين بوينت ستة. يبقى انا عندي اصبحت معادلة الاحتراق الحقيقية هي اللي موجودة قدامي دي. ودي اللي بشتغل عليها في تحديد نسب النواتج اللي سوف تؤثر على البيئة. انا هي مني من كل ده. هذا الطرف. اللي هو نواتج اللي احتراق. لان اللي يكون لها تأثير على البيئة عندنا. سواء اذا كان مثلا اكسيد الكربون. سواء اذا كان اي اول اكسيد الكربون. نشوف بعد كده في الاحتراق الكامل. يبقى انا عندي هنا. قدرت اوصل للمعادلة الحقيقية. يبقى في بداية الخطوات بتاعتي بكتب الحل للمعادلة الاستيكومتريك او المعادلة النظرية. وبعدين بوصل للمعادلة الحقيقية. جميع المسائل هتمشي بهذا السيكنز. حسب الجيفن وحسب الريكويرد. طيب هو بيقول لي يحسب لي نسبة السي او تو. السي او تو هحسبها ازاي. تعال مبص كده مع بعض. انا السي او تو عايز نسبتها في النواتج. انا عندي النواتج طلع اربعة مول. وخمسة مول مية. واحد تسعة. او اوزيجين. وواحد تلاتين بوينت ستة نايت رجين. جمع لكل دول. اربعة زائت خمسة. يبقى من جمع كده اربعة زائت خمسة? زائت واحد تسعة او تو تلاتة زائت تلاتة واحد بوينت ستة. هيطلع لي الناتج اتنين وارفعين. يبقى دي كمية النواتج كلها اللي طلع عندي. طب انا عايزي عايز ايو توي يبقى اربعة كنسبة. اربعة على دي. يبقى على المجموعة اللي احنا طلعناها. هيطلع لي نسبة ثاني اوكسيد الكربون 9.41 في النواتج بالحجم طبعا. 9.41% وده باي فوليوم. يبقى ده بنسميها الفوليوم برسانتج. اظن الموضوع سهل وسهل لتطبيق وانت درسته قبل كده في الاحتراق بتفصيل اكتر من كده بكتير. نيجي للمطلوب الديو بوينت لدرجة حرارة ديو بوينت تنبريتشورز وده بنجيبها من الفوليوم فراكشن وانا عندي الفوليوم فراكشن المية خمسة على اتنين واربعين في البي اتموسفير بيطلع لي انه البي في بي حدود كذا بدل اللي بنسميه يبقى عشان نحدد التنبريتشور بداية بحدد البارشال بريشور سليم بحدد البارشال بريشور ومضرب في قيمة الضغط اللي هو الاتموسفيريك بريشور بيطلع عندي احنا عصردنا لسنور بيشور مية كيلو باسكال يبقى يطلع عندي الحجم الضغط الجزيئي لي المية اللي موجودة عندنا بتمثل ضغط جزيئي بتاع 11.76 بفتح جداول الستيم زي ما انت عارف طبعا وبطلع تنبريتشور ديو تنبريتشور تطلع 49 درجة مئوية طبعا الديو تنبريتشور بيطلع في مساء الاحتراق كثير لكن انا كمساء البيئة احنا بنهتم بنسب اللي هي الملوثات الخارجة زي اول اكسيد الكربون زي سان اكسيد الكربون ده من اكتر الحاجات اللي بتهميني انا النسب بتاعتها ولذلك بنشوف بعد كده هل النسب دي متنسبة مع الير كوالتي اندكس ولا مش متنسبة مع الير كوالتي اندكس ان شاء الله في المحاضرة القادمة هنستكمل بعض المسائل التوضيحية عشان تتضح الصورة عندكم وشكرا